على مدار العامين الماضيين قد أطلقت الكثير من الحمالات ونفذت الكثير من الأشياء في القارة الإفريقية من أجل التعاون بين الدول الإفريقية بعدها وبعض عقدت منظمة المرأة العربية مؤتمرا يحمل عنوان قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية بالتعاون مع كل من جماعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفي كلمتها أمام المؤتمر أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي إطلاق استراتيجية تهدف لحماية المرأة العربية والنساء اللاجئات بالتعاون مع الأمم المتحدة كما أشار العربي لأن مصر والأردن ولبنان تستضيف أعدادا من اللاجئين لا يمكن أن يتصورها أحد في ظل تصاعد الصراعات والأزمات في بعض الدول العربية والتي سببت العديد من المشاكل منها أزمة اللاجئين وما تمثله من أعباء على الحكومات واللاجئين من مخاطر في ظل تلك التحديات عقدت منظمة المرأة العربية مؤتمرا تحت شعار قضايا اللاجئين والنازحات الواقع والمستقبل نطرح في هذا المؤتمر قضية بالغة الحساسية والأهمية وهي أزمة اللجوء والنزوح التي تمثل أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية التانية وقد حملت إلينا أنباء منذ أيام قليلة المستجدات الدموية في حلب لتضيف مزيدا من الألم إلى الصورة الكلية للنزاعات الناشئة في المنطقة العربية وتبعاتها وقد المؤتمر بالتعاون بين منظمة المرأة العربية وكل من الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة المساواة بين الجنسين والمفاوضية العليا لشؤون اللاجئين أهمية هذا المؤتمر كما تعلمون جميعا تكمن في تسليط الضوء على عمق هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في المنطقة العربية وفي الإصراع في توفير المستلزمات الضرورية للتخفيف من معاناة المتضررات والمتضررين من هذه المأساة ومن تداعيتها الخطيرة على حاضر وعلى مستقبل الأجيال المقبلة نتيجة لما أحدثته الصراعات المحتدمة من ضحايا ومعاقيم يواجه الآلاف من السوريين مزيد من الدمار والقتل وازدياد أعداد الجرحة وذوي الإعاقة في حلب بينما تستعر الصراعات في أرجاء العالم وعلى الرغم أن الحروب والنزاعات المسلحة محتدمة في منطقتنا منذ عقود فإنه ووفقا للتقارير فإن حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في سوريا لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث والفئات الأكثر ضعفا هم الأطفال والنساء نظرا لأنهن عرضة لإذاءات متعددة شهد المؤتمر إطلاق دراسة علمية عن أوضاع اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية غطت سائر الدول العربية التي تشهد نزوح اللاجئين والدول المجاورة لها والتي أنجزت استنادا إلى نتائج جولة مكثفة قام بها وفد من منظمة المرأة العربية منذر أبو دوح أنيل صدق مجلس الأمن على قرار طالب جميع الأطراف المتحاربة بفرض حماية على المستشفيات والعيادات الطبية معربا عن قلقه من تزايد الهجمات ضد العاملين في المراكز الصحية في مناطق الصراع ومشروع القرار الذي اقترحته مصر وصاغته الدول الخمس غير دائمة العضوية في مجلس الأمن أدان وبقوة استهداف المرافق الطبية الذي وصفه بأنه جريمة حرب بعد أقل من أسبوع على الغارات الجوية التي استهدفت مستشفى في مدينة حلب السورية ما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصا تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالإجماع قرارا يدين بشدة استهداف المرافق الصحية الذي وصفه بأنه جريمة حرب القرار الذي اقترحته مصر وصاغته الدول الخمس غير دائمة العضوية في المجلس نيوزيلندا ومصر وإسبانيا واليابان واروكوي طلب جميع الأطراف المتحاربة بتوفير الحماية للمستشفيات والعيادات والمراكز الطبية مشيرا إلى زيادة المقلقة للهجمات على العاملين الطبيين في مناطق النزاع في أنحاء العالم يشهد العالم اليوم ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامي وطيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي فضلا عن قيام أطراف النزاعات المختلفة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين القرار الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المجلس يتحدث تحديدا عن ضرورة حماية المرافق الطبية في مناطق النزاع فلنكن واضحين الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات جرائم حرب حرمان المواطنين من الرعاية الطبية الأساسية انتهاك خطير للقانون الإنساني والدولي وبحسب منظمة أطباء بلا حدود فان أربعة وتسعين هجوما شهدتها سوريا استهدفت مستشفيات وعيادات تدعمها المنظمة كما تعرضت ثلاثة مرافق طبية تديرها المنظمة في اليمن لقصف خلال الأشهر الستة الماضية ربما تكون طبيعة الحرب تغيرت غير أن قواعد الحرب لم تتغير أنتم مسؤولون عن حماية السلام والأمنة غير أن أربعة من الدول الخمس دائمة العضوية ارتبطوا بدرجات متفاوتة بالتحالفات المسؤولة عن الهجمات على المؤسسات الطبية خلال العام الماضي لذا عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية أكرر أوقف هذه الهجمات القرار دع جميع أطراف الصراع المسلح إلى الالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي لضمن احترام وحماية جميع العاملين في الحقل الطبي والإنساني كذلك توفير الحماية لوسائل تنقلهم ومعداتهم إضافة إلى احترام وحماية المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبر وزير الخارجية الأمريكية جون كاري أن عواقب ستترتب على عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقف الجديد لإطلاق النار الجار النقاش حوله بين واشنطن وموسكو وخصوصا في حلب بشمال سوريا إذا كانت الاستراتيجية التي يتبعها بشار الأسد تركز على استثناء حلب أو أي جزء منها من أي هدنة فلدي أخبار يمكن أن أقولها لكم وله الحرب في سوريا لن تنتهي نظام الأسد لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن ينتقي منطقة بعينها ويزعم بطريقة أو بأخرى أنه سوف يكون في أمان نظام الأسد لن يشعر بأي أمان في الوقت الذي لا تزال فيه هناك قضايا رئيسية عالقة في الحرب الدائرة هناك وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تهدف بشكل خاص إلى استعادة الهدوء في حلب أكبر المدن السورية وحيث بلغ العنف منتهى هناك نحن نهدف بشكل خاص لاستعادة الهدوء في حلب أكبر المدن السورية حيث بلغ العنف منتهاه هناك وأخشى ما أخشاه أنه في حال عدم ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار هناك أن يصبح الأمر خارج عن السيطرة وأتوقع وزير الدفاع الخارجية الأمريكي أن يتوصل أطراف النزاع في سوريا إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية خلال الساعة القليلة القادمة وما لم يحدث هذا في الساعات القليلة القادمة لا يزال لدي الثقة أنه باستطاعتنا إيجاد مخرج ما وإذا لم يحدث هذا خلال الساعات القادمة كما قلت آنفا فسيكون خلال اليوم التالي أو بعد ذلك بقليل وقف العاصمة الروسية موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجيل آفراو في مؤتمر صحفي مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا أنه يأمل في أن يتم إعلان وقف إطلاق النار قريبا والذي يشمل مدينة حلب بل في الساعات المقبلة في الأونة الأخيرة تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة بضعة أيام في اللذقية والغوطة الشرقية ولكن هدفنا المشترك نحن والأمريكيون والأمم المتحدة هو إطالة أمد وقف إطلاق النار وجعله دائما والآن نحن في نهاية المفاوضات بين القوات الروسية والأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في حلب وأأمل أن يكون ذلك قريبا جدا ربما في الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن هذا القرار ومن جانبه قال سفان ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أن الشهر مايو الجاري سيكون شهرا مهما بالنسبة لسوريا والمجتمع الدولي مع استمرار جهود السلم في جلب الهدوء لذلك البلد المضطرق مايو سيكون شهرا مهما لسوريا ولنا جميعا فإذا حدث مثل ما نتمنى جميعا فسوف تعود حلب نوعا ما إلى سابق عهدها بعد توقف الأعمال الكتالية وسوف نستأنف عمليات إيصال المعاونات الإنسانية وسوف نضغط من أجل استئناف الحوار بين السوريين وما يتعلق بالوضع الميدني في سوريا أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المسلحة التابعة له استهدفوا مستشفى الضبيط بحي المحافظة وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة من النساء وإصابة سبعة عشر شخصا جميعهم من الأطفال والنساء ومن جهة أخرى قتل ثلاثة عشر مدنيا على الأقل وأصيب آخرون بينما قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش جراء غارات جوية مكثفة استهدفت مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا أكثر من خمسة وثلاثين غارة جوية في يوم واحد تستهدف معقل تنظيم داعش الإرهابي في الرقة والضحايا بين قتلى ومصابين بالعشرات الغارات نفذتها طائرات حربية يرجح أنها روسية حسب ما أعلنت مصادر إعلامية المحلية كانت موسكو قد أعلنت قبل أيام أن الجيش السوري يعتزم شن هجوم على معاقل داعش في الرقة ودير الزور بغطاء جوي روسي الرقة لم تتعرض منذ أسابيع لمثل هذه الدربات الجوية المكثفة الدربات استهدفت عدة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش بالكامل منها حديقة الرشيد وشارع المنصور ومنطقة ديوان الزكاة حلب هي الأخرى شهدت تجدد قصف طائرات الجيش السوري لأحياء عدة في المدينة بعد يومين من الغارات الجوية التي استهدفت أحياء شرقي المدينة وتشهد حلب منذ أكثر من عشرة أيام تصعيدا عسكريا أسفر عن سقوط أكثر من 250 قتيلا بينهم نحو 50 طفلا الفصائل المسلحة أطلقت عشرات القذائف على أحياء عدة مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحة الطائرات الحربية السورية تستهدف الأحياء الشرقية في المدينة فترد فصائل المعارضة المسلحة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقضائف الصاروخية المعارك الدائرة تؤكد أن طرفي أو أطراف الحرب في سوريا ليست لديهم رغبة لاحتواء الموقف أو التوصل لتسوية سلمية رغم الجهود المعلنة دوليا ورغم مصارعة الوفود إلى اجتماعات جينيف والإدلاء بالتصريحات لكن المشهد على الأرض أبلغ من أي تصريح وبهذا التقرير عن تطورات الوضع الميداني في الأراضي السورية نصل إياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا الإخبارية ولم يتبقى منها سوى تذكرة بأهم العنوي السيسي يعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية لاستعراض الجهود الأمنية المبدولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للقضاء عليه النيابة العامة تأمر بحضر النشر في قضية الصحفيين بدر والسقة وتؤكد أن ضبطهما داخل النقابة يتفق مع صحيح القانون جون كاري يقول إن هناك عواقب ستترتب على عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف جديد لإطلاق النار نهاية نشاطنا الإخبارية شكراً على حسن المتابعة ويلا